المترجم الرياضي من الجزائر الدولية أهلا بكم يواصل ريال مادريد استعداداته لمواجهة سيلتافيغو السبت قصد الحفاظ على سجله المثالي من انطلاق الموسم الحالي واحقق نادي الملكي بداية مميزة بعد تحقيقه فوزين على أثليتيكو بيلباو في المباراة الافتتاحية للدور الإسباني وعلى ألميريا نهاية الأسبوع الماضي من جهة يتطلع سيلتافيغو بقيادة مدرب ريال مادريد السابق رافا بنيتاز إلى الفوز بمباراةه الأولى بعد الخسارة على أرضها ماما أوساسونة والتعادل مع ريال سوسيداد استبعد المدير الفني لريال مادريد كارلو أنشيلوتي بشكل قاطع عن ضمام المهاجم الفرنسي كيلين مبابي في اللحظة الأخيرة من المركات الصيفي وفي مؤتمر انصح في عشية مواجهة السيلتافيغو في جولة الثالثة من الدور الإسباني سئل المدرب الإيطالي عما إذا كان النادي سيضم أي لعب آخر في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات وقال انشيلوتي أنه يستبعد ذلك تماما مضيفا أن الفريق اكتمل وكل اللاعبين يضعون تركيزهم على هذا الموسم أعلن نادي برشلونة عن إصابة لعبه ونجمه بيدري دون تحديد مدة الغياب وأشار نادي برشلونة في بيان بأن بيدري الذي خاض أول مبارتين في الدوري أصيب في فخذه الأيمن دون تحديد مدة الغياب وأضاف البيان أن مدة غياب بيدري عن برشلونة تتوقف على وطير التعافي من الإصابة في الفترة المقبلة ويعد بيدري أحد المواهب الكرويات الواعدة على مستوى العالم وفي برشلونة تحديدا وتقدر قيمته السوقية بـ 100 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت أعلن نادي منشستر سيتي الإنجليزي تجديد عقد نجمه البرتغالي برناردو سيلفا حتى جوانا 2026 وكان برناردو محل اهتمام نادي برشلونة الإسباني وباريسان جرمان فرنسي وأمديا من الدول السعودي وانضم برناردو الذي يعد واحدا من العناصر الأساسية في تشكيلة بيب جورتولا إلى منشستر سيتي صيف 2017 قادما من وناكو الفرنسي وخلال تلك السنوات فاز بخمسة ألقاف الدوري الإنجليزي الممتاز وكأسين للإتحاد الإنجليزي وأربعة كؤوس الرابطة ولقبين للدرع الخيرية ولقاف دوري أبطال أوروبا أنا سعيد جدا إنه موسم آخر سنحاول فيه تحقيق أفضل ما هو ممكن بدأناه بشكل جيد وسنواصل على هذا الشكل هذا موسم السابع في سيتي البقاء هنا مكنني من الفوز بعدد كبير من الألقاب سبع مواسم في منشستر سيتي حققنا أثناءها إنجازات خيالية فزنا خمسة مرات في ست سنوات بلقب الدور الإنجليزي الممتاز وفزنا مرة بدوري أبطال أوروبا وكل الكؤوس الأخرى ليس بإمكاني تخيل ما هو أفضل من ذلك أعلن النادي النصر السعودي تعقده بالشكل رسمي مع مدافع منشستر سيتي الدولي الإسباني إمريك لابورت بعقد يمتد لثلاثة مواسم أي حتى صيف 2026 وحسب تقارير صحفية فإن لابورت تينالو ناراتبا سنويا يقارب 15 مليون يورو بينما كلفت الصفق ندي السعودي نحو 30 مليون يورو يحصل عليها مانشستر سيتي مقابل تخليه عن لاعبه وأسدل لابورت الصف على خمسة مواسم ناجحة مع مانشستر سيتي بعد أن التحق به عام 2018 قادما من أتليتيكو بيلبا والإسباني صحبة اليوم الخميس قرعة مجموعات دوري أبطال آسيا في مقر الاتحاد القريف كوالا لامفور وأسفرت عن مواجهة قوية ومرتقبة وستعرف المنافسة مشاركة كل من كريتسانو رونالدو نيمار وكريم بنزيمة في الموسم الجديد من دوري أبطال آسيا وضعت القرعة الهلال في مجموعة سهلة نسبيا بين مواقع الاتحاد في مجموعة صعبة تواجه أو بتواجد سبهان والقوة الجوية العراقي فيما سيواجه النصر بريس بوليس الإيراني والتحيل القطري والاستقلال ختام الموجز الرياضي لمزيد تابعونا عبر مختلف منصات قناة الجزائر الدولية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة